هنشوف مواطن طلع رخصة لجده أو يعني لقى رخصة جده كان مطلعها في ذاك الزمن سنة 1919 هي طلعت في شهر إبريل 26 أبريل 1919 نمرة 240 طلعة من نظارة الداخلية إدارة عموم الأمن العام لمواطن مصري اسمه محمد إبراهيم عبد الجواد ساعتها كان سنه 45 سنة وكان سكنه في شبين الكوم وبخلاف الصورة في وصف له مكتوب متوسط القامة والجسم دي ورقة من ورقة لما الورقة ده بيتجمع وبيتحط في مكان لائق بتقدر ترسم صورة عن الزمن وبتقدر تتعلم من الزمن لأن الوثيقة من أهم الحاجات الممكن تكون موجودة الناس زمن عندها تخيلوا أن الوثيقة دي لازم تبقى اتفاقية أو معاهدة سياسية خطابات ما بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة لا كل الحاجات دي بدأ مرة عليها زمن وتعتبر وثيقة لذاك الزمن هنستقبل الحج محمد عبد الرحمن وبنته صحر عبد الرحمن احنا بحضرتك حضرتك بقى حفيد الحج الحج محمد تمام أولا يعني لا أخفي عشق للوسائق بشكل عام لأنها بتدي تفاصيل الحياة اليومية بس الرخصة دي بتقول حاجات كتيرة قوي مع أنها حاجة صغيرة بس بتقول حاجات كتيرة عن الزمن حكيلي عن الرخصة دي يا أستاذ محمد الرخصة دي طبعا تاريخها من 99 سنة من 99 سنة صح سنة 19 يعني السنة الجاية يبقى فانا 100 سنة طبعا أنا أقل من 100 سنة في السن يعني يا رب نعديك الزحايا فما شفتش والدي أنا أولدي توفى وأنا يمكن سنتين يعني ما أدركتش شكله عني آه إنما آآ لتقيت في الورق وما شفتش جدك لا وما شفتش طبعا آآ طبعا آآ فلتقيت في الورق للأسرة آآ حاجة اللي لافت نظر إن فيها صورة آآ آآ أنا عايز أعرف أبوي كان شكله إيه فمش تلاقي صورة دي فالتقيت الورقة دي فيها صورة جدي حاجة شدتني للصورة مش للإفاح والآآ يعني انت مكنش عندك اي صورة لجدك لا ولا لابويا انا ما عرفش ابويا شكله ايه ولا عرف كنت جدي شكله ايه لانا ما التقيت الورقة دي يا خبرة الرخصة دي فتمسكت بيها ان دي حاجة يعني حاجة ريفرنس يعني لشكله يعني ما حبيته يعني فحتفظت بيها وانا ما عرفش ايه فحواها يعني يعني ايه عبارة عن ايه احتفظت بيها كلام ده وانا يعني مثلا سن خمس ست سن مدرسة اللي بتدقي يعني مش اه احتفظت بيها من غير ما فكر بنسبالك الورقة دي عبارة عن صورة جدك وخلاص هي في الاساس صورة يعني انا احتفظ بها لانها صورة صورة نادرة اه متاخذة سنة تسعتاشر اه 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 الكاميرا طبعا منه منفاخد بتاع اله اه دي اللي كانوا بيقعدوا يدخلوا الرجل فيها اه ويغطي نفسه بماشا وضوء الشمس وحاجات زي كده اه 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 احتفظت بيها وتقيت ايه يعني في ورقي اشيل اه اتنقل من بلد لبلد معرفش ايه حاجة زي كده اه اه وهي معايا في ورقي عادي يعني صورة عندي البوم اه لصور الاسرة كلها انما دي انا احتفظ بيها الوحدة يعني لدرجة اه يعني اعوريها للمسال اه بنتي دي احفادي دي اريبي خلاص اه يعني صورة جدكو نظرة عابرة وخلاص لغاية ما الاعلان اه في الجورنال طلع من تور عمال الشوكي بالنسبة لدار الكتب دعوة اللي عملوها